موسيقى قال يسوع لكن اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم فيما لنفسه يكفي اليوم شره لا تهتموا للغد لأنه مثل ما اسمعنا الاهتمام والقلق ما بفيد أي شيء فقط بيسلبنا الفرصة بيسلبنا حياة النصرة والغلبي بيسلبنا من التمتع بالسلام والتمتع بالفرح الحقيقي يعني اعمل اليوم وما تخافش من بقرة ونعاوز اقول احبائي انه كل يوم هو فرصة من عند الرب هل فكرت انت اليوم لما صحيت من النوم انه الله اعطاك يوم جديد اعطاك فرصة جديدة اعطاك حياة جديدة ونفس جديد حتى تمجده حتى تسبحه وحتى تنشر ملكوته على الأرض هذا الملكوت احبائي بيشمل كل المؤمنين في كل العالم خلي في بالك انه احنا مش بنتكلم على دولة مثلا فيه ناس بتقول دولة اسلامية دولة مسحية في الكتاب المقدس ما فيش شيء من هذا الموضوع الكتاب المقدس بيتكلم عن ملكوت الله المؤمنين اللي توجوا المسيح ملك اتربى على عرش كيانهم وحياتهم فبيعكسوا صورة ونور هذا الملك في حياتهم والمؤمنين اللي انا بتكلم عنهم في كل انحاء العالم في الصين في اليابان في امريكا في كندا في الاراضي المقدسة في الدول العربية في السعودية في كل مكان في مؤمنين بالمسيح يسوع فمهم جدا انه هذا الملكوت النادي فيه ونطلب هذا الملكوت حتى ينتشر في حياتنا لكن شو اللي بعطل الملكوت هو الاهتمامات الاكتر من اللازم هاي الاهتمامات ما بتفيد شيء وبنفس الوقت بتسبب لك متاعب نفسية وكمان نسمع من الاطباء انه بتسبب القلق حتى بسبب امراض نفسية وبسبب امراض جسدية بيسلبك الفرصة بدل من انك تصلي وتسبح وتمجد الله وانك انت في يوم جديد هيك في اشراقة جديدة في حياتك عاوز تمجد الله في حياتك يقول المسيح يكفي اليوم شره كل يوم في الحياة رح نواجه متاعب كل يوم في الحياة رح نواجه الهموم كل يوم رح نواجه البلاية والمصايب وكتير امور رح تحدث في هذا اليوم فلماذا نهتم؟ لماذا نهتم بكررها انه مش معناته اكون غير مبالي او لا مكترث في بالامور اللي بتصير من حوالي لكن بما معناه انه عجلة الزمن لا يعني خلاص اليوم اللي بيمضى لا تعود الى الوراء كل يوم كل يوم هو نعمة وفرصة جديدة من عند الله الله اعطاك نعمة جديدة اليوم وفرصة جديدة حتى نسبح ونمجد الله اشتركوا في القناة